اشتركوا في القناة منطقة كامبشيزار والابراهمية بيجمع الحدود واحدة كامبشيزار وبعدها الابراهمية فاحنا النهاردة معاكم في كامبشيزار والابراهمية ده اول حدود كامبشيزار لو انت ضهرك لمحطة الرمل والمنشية ده شارع ارشميدس شارع ارشميدس اول حدود كامبشيزار لو ضهرك لمحطة الرمل والمنشية طبعا زي ما كلكم عارفين ان ارشميدس هو احد كبار علماء اليونان في الرياضيات ارشميدس او ارشميدس زيان تشوفين كده ده شارع ارشميدس منه للبحر و كده ده شارع بورسعيد تقاطع ارشميدس دي كلية سان مارك الشاطبي كده شارع بورسعيد ده بداية اه كمب شزار من شارع بورسعيد بداية كمب شزار من شارع بورسعيد فضاهر كده شاطبي كلية سان مارك انا كده في بداية كمب شزار الابرهامية من شارع بورسعيد ده شارع بورسعيد بداية كمب شزار الابرهامية من هنا اهو ده شارع ارشميدس كده البحر كده في وشي ضاهري كده كبر الجامعة اه معهد المعهد الفني الصناعي. على شمال كده ده صور والشجر ده صور. كلية سان مارك. البحر في وشة اهو. في ظهر كده كبرى الجامعة. كلية العلوم. كلية الزراعة. لسي. انا كده في شارع ارشميدس اول الحدود كامب شزار. احنا كده دخلنا على كامب شزار من على الترام. طبعا اللي عاود تفرج على كامب شزار من على البحر او كامب شزار الابرهامية من على آآ قناة في فيديو البحر وفي فيديو بورسعيد فيهم كامب شزار والابرهامية من على البحر. ومن شارع بورسعيد. في فيديوهات تانية. احنا حاليا كامب شزار الابرهامية من على الترام. دي كامب شزار. في ظهر كده الشد. انا كده في اتجاه البروهمية. دي كامب اهو كده. كامب شزار. وده اه الترام. ترام الرمل. دي منطقة كامب شزار. من على الترام. ده ده الترام وبحط الترام كامب شزار. تسمت ليه المنطقة بكمب شزار? كامب يعني معذكر. وشزار يعني كيصر. اه المنطقة دي تسمت اه بالتسمية دي سنة تمانية واربعين قبل الميلاد. لما اه يوليوس كيصر جسكندرية عشان يفك اه الازمة ما بين كلبترا واخوها بطليموس على الحكم. فعسكر بيه جنوده في المنطقة دي فسمت كامب شزار مع عسكر القيصر. منطقة كامب شزار. من على الترام. طبعا اه اننا شايفين في عمير قديمة وفي عمير جديدة دي العمير قديمة هي في الوش ايه. لسه محافظة على اه الراونج بتاعها. طبعا في عمير كدير اتهدت. وطرعت عمير حديثة بابك هتشوفها دلوقتي. كامب شزار والابرهامية من ضمن الاماكن اللي اتهدت فيها عمير كتير. طبعا اه انتو عارفين اسكندرية اكتر محافظة في مصر اتهدت فيها عمير وتلعت فيها عمير جديدة. للاسف طبعا. ده طريق الترام. العمير القديمة. ده الترام ده الترام السفرة اخر حديثة وصل اسكندرية. الترام السفرة دية بخمسة جنيه تذكرة. فيها واي فاي فيها تكييف. اخر عربيات حديثة وصل اسكندرية. اه ده بقى اشهر شارع كامب شزار. شارع اه مسجد نور الاسلام. مسجد نور الاسلام في الشارع ده. ده على امته هو سينما اوديون. اه القديمة طبعا. ديها زكريات مع ناس كتير. سينما اوديون في كامب شزار. الشارع ده حاليا اسمه شارع عبدالمنعم سند. الشهيد. ده شارع عبدالمنعم سند الشهيد. عبدالمنعم السند. شهيد الواجب من قوات المسلحة. قائد الكتيبة تلاتة وعشرين سعقة. سنة الف تسعمائة خمسة وخمسين. الشارع ده اللي في العربيات ده اسمه عمر لطفي. تسمى على اسم عمر لطفي بيك. حقوقي ومحامي مصري من الاسر المغربي. اللي كان له الفضل في تأسيس النادي الاهلي المصري. والشارع ده كان اسمه زمان شارع الامير ابراهيم. احنا كان داخلين على الابراهيمية. احنا شارع عمر لطفي بيك. او الامير ابراهيم الاول سابقا. انا كان داخلين على اول شارع في الابراهيمية وهو شارع سوق شدية. والسوق شدية. شدية دي اسم مدينة وترعة. مكانها حاليا في مركز كفر الدوار. ده سوق شدية من اشهر اسواق اسكندرية في آآ بيع الخضار والفتحة والاسماك. اهو سوق شدية من اشهر اسواق اسكندرية واشهر شوارع الابراهيمية. شارع شدية حاليا اسمه شارع الشهيد وليد صبحي من شهداء الواجب بوزارة الداخلية. اللي عاود يعرف معلومات اكتر عن شارع شدية والسوق شدية في حلقة اه الابراهيمية في الفيديوهات بتاعتي هيلاقي فيه التفاصيل. احنا لسه هو في شارع اه عمر لطفي في الابراهيمية. احنا دلوقتي في منطقة الابراهيمية من على الترام. ده شارع عمر لطفي بيك. ابراهيم الاول سابقا. الامير ابراهيم الاول سابق. والمنطقة الابراهيمية تسمت على اسم الامير ابراهيم ابن الامير احمد رفعت ابن ابراهيم باشا ابن محمد علي. كنات كثير فترة ان منطقة الابراهمية تسمت على اسم ابراهيم باشا ابن محمد عليه صاحب اه مسجد القائد ابراهيم. زي ما توا شايفين دي اشهر محلات الابراهمية. اناميشو. هوتير اناميشو كشر اناميشو. ولمة الاكتيلة. محلات مشهوره اوي في الابراهمية اناميشو وغض سمعة كبيرة اوي في الابراهمية. فتير وكستي وكشري اناميشو. دي ما بين الابراهمية القديمة. ناس كتير فاكرة اللي سمت على اسم ابراهيم باشا. اللي سم على اسمه مسجد ابراهيم. دي محدد طرام الابراهيمية. محدد طرام الابراهيمية. على يمينة كده فيه اه كبابجي الصفواني من اشهر محلات الكباب اسكندرية. للطبقة المتوسطة الصفواني. الابراهيمية وكان بشزار كانت مكان الطبقة المتوسطة للجاليات اليونانية والايطالية وبالاخص اليونانية. الدخان ده طبعا ده الفحم ده كبابجي الصفواني على قمة شارع اللي جديد هتشوفوه دلوقتي. ده محل الصفواني. دي محط الترام الابراهيمية دي لقطة كده لابراهيمية وكان بشزار انا ظهري في سبورتنج ووشي ليه آآ كامب شزار والشاطبي. انا ظهري كده لي سبورتنج وسيدي جابر وكلوباترا ووشي ليه كده دي الابراهيمية وبعدها كامب شزار وبعدها الشاطبي. انا كده بالضبط فيه محط الترام الابراهيمية. على يمين وعلى الشمال شارع عمر لطفي بيك شارع الامير ابراهيم الاول سابقا اترام الزرقة اهاي. تخلى المحطة. اول العربية باتنين جني والعربية اللي فتنص بخمسة جيني. والعربية اللي في الاخر بجني. اه ده الصفوان اهو. كبابجي الصفوان على امة شارع اللاجتي. اللي عالشمال ده شارع اللاجتي. ده الصفوان كبابجي فراخ ولحمة. اه ده شارع اللاجتي. من اشهر شوارع البرهامية واللاجتيبي الفرنساوي يعني البهجة. شارع البهجة. لاجتيبي الفرنساوي يعني البهجة. احنا كده في قد الترامل الصفرة ايه ده? محط الترامل البروهمية. ده الميدان بتاع محط الترامل البروهمية. على اليمين كده شارع اللي جديد. اشهر شوارع منطقة البروهمية. شارع اللي جديد. شارع اللي جديد فيه فينو. وفيه مول آآ مينة وفيه مول طيبة. الشارع ده يوديك كده على سيد جابر كروباترا سبورتنج. وردوك لسه آآ عمر لطفي. ده كده شارع اللي جديد. شارع تجاري. شارع مهم جدا ده فينو. حلواني فينو. من اشهر آآ محلات آآ شارع اللي جديد او اللي براهمية. حلواني فينو. حل قديم جدا مشهور. احنا كده في اللي براهمية كده لسه على الترام. مباني اللي براهمية القديمة. طبعا اه شايفين كده نتحط السحاب كده ايه ده الجديد والقديم. ظاهر كده القديم وجديد مع بعض. هذا ما بين القديمة ودي المباني الجديدة. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو عشان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. والترام داخل هو المحطة. الترام الزرقة. احنا كده لسه في منطقة البرامية على الترام. في نهاية الجولة ياريت تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس لك كل جديد. ولو عجبكم فيديو ما تنسوش لايك. اشوفكم في الجولة تانية ان شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اشتركوا في القناة.